السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبعاً كثير من الناس في افتتاح المطاعم والبغالات وغيرها هم الأول يجيب له فنانين وفنانات يرقصوا الأولاد والبنات يقول لك عشان الزباين يجو وده مفهوم خطأ وكلام باطل لأن الرزق الرزق بيد الله سبحانه وتعالى وربنا قال في القرآن ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب والنبي عليه الصلاة والسلام قال وإن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه في رزق ربنا يحرمك منه بسبب ذنب عشان كده كل ما تشوف نفسك مضيق عليك راجع نفسك لأنه ربنا قال وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير ونذكر الإخوان والآباء دائما وأبدا بأعظم شيء خلقهم الله عز وجل من أجله ربنا ما خلقنا في الدنيا همل ولا خلقنا عبث ربنا قال أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون ربنا قال أيحسب الإنسان أن يترك سدى أنت مفتكر خلقوك ساي لا الغاية الخلقك ربنا من أجل ذكر إليك في كلام أخونا الشيخ عبود قبيل ربنا قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين واخونا الشيخ عبود جزاو الله خير اتكلم عن العبادة العبادة ماها الصلاة براها وماها الزكا براها وماها الحج الدعاء عبادة بل من أعظم عبادات الدعاء وليه نحن بنقول الدعاء لأنه في بلدنا دي السودان دا بالذات في ناس بيدعوا غير الله في ناس بيدعوا الأموات في ناس بيدعوا الغائبين في ناس بيدعوا الأنبياء والرسل ما سمعت النسوان الكبار والحاجات الكبار الوحدة إن دارت قم تقولي يا النبي نوح الختم اللوح وأنا ما بعرف الكلام دا جابتهم وين وفي ناس الواحد يقول يا الفقي حمد من الرمد ويا صابق ياء ويا رجال العلفون الأسرع من التلفون ويا الصادقاب الأسرع من الواتساب ويا ودبدر من الفقر ويا بوفركة من الدركة ويا بقرون من العيون وغيره داشيرك بها الله يا ناس ما تفتكروا دي عبارات ساي تلقى في العربية كاتبين بها وراء كاتبين يا بقرون ليه كاتب يا بقرون؟ لأنه عنده عقيدة فيها بقرون تلقى واحد كاتب وراء يا المكاشف ليه؟ لأنه عنده عقيدة في المكاشف والدعى عبادة الله قال ما تنادوا إلا الله ربنا قال في القرآن والنازل بغلطونة ساي النازل بغلطونة الله قال ما في زول إنادي ليه مخلوق زي ربنا قال ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين ربنا قال إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فدعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ربنا قال ولا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويل ربنا قال ومن أضل ممن يدعو من دون الله ما في زول ضالي زي الزولة اللي بنادي غير الله الله خلقك براه ورزقك براه ونزل عليك الرحمة ونزل عليك الخير كيف تنادي غيره إنت بتأكل فيه خيره وبتنادي غيره لكذا النبي عليه الصلاة والسلام قال من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار الزولة اللي بيموته بنادي له زول زيه واللي عقدته في ميد واللي عقدته في قبة زي ما بتسمع الأغاني وكثير من الكفتريات تجي تشرف لك بها يدعصير تلقى الفنان شغال أبوي الشيخ الطيب أكتب لي حجايي من مرض الحبيب أبوي الشيخ بقبة اللبنية أكتب لي حجاب من راسي أو ما سيكون عنيا معرف نوع اله حجاب أو البطانية وكلام فارق وكلام باطل وعقايد وده ما بجيب رزق الغنة ما بجيب رزق ولا المدايح بتجيب رزق كثير من بتاعنا المطاعم معتقدين إنه المدايح اللي بشغلوها والأغاني اللي بشغلوها هي اللي بتجيب الرزق وأغاني فيها شرك وأغاني فيها موسيغة ومدايح فيها شرك ومدايح فيها موسيغة إنت ما اسمعتها المدايح؟ مدايح تقول مؤلفة إبليس والله مدايح تقول مؤلفة إبليس سككين مككين لككين وككا مكاشف الغوم نظر بالعين وفي مدحب يقول يختم بها الحفلات الجماعة الآن بألا لنقول له مكاشف الغوم يطف يمقل نظر بالعين الراوي تعلى ذكر باب الكريم هو الله شريف ومعين علينا تجلى شغل بسمي الله طريق جيلان كيلان مججلة الشايقي شايقي واقف شم حمار في الطين راجل صالحين يدوا البنزين طيار ويطير مع الطائرين هو حمار يدوا بنزين تاني بقيف وفي حمار يدوا بنزين لكن الزوال لما يكون ياخذ له طريقة ولما يكون درويش بيصدق أي حاجة عقائد خربانة عقائد واقعة دي ضيعة البلد دي ما في حاجة ضيعة البلد إلا العقائد الخربانة بتاعت الجماعة دي ناس يخافوا من الميت أكتر من خوفهم من الله والله الذي لا إلى غيره واحد لو أدى المحكمة قال له أحلف في الله بيحلف كذاب قال له أحلف في الشيخ ما بيحلف يقول لك الشيخ ده من تقم وقتي والله في القطينة حصلت في القطينة محكمة الواحد جابه المحكمة قال له أحلف الزول قال له مولانا الزول اللي حفاتح فيه ولا قال له الزول لك قلت له أحلف يا بالله بيحلف يا الله لكن قل له تحلف في قبر الشيخ فلان آخر أربعة من الشهر قال والله مولانا سركت الغنم سركت يعني بتخاف من الشيخ أكتر من خوفك من الله وناس ناس اظهر فكيء دجال مشعود يخم لك الأمة دي كلها لعمة يشير المكسر قبل بطرة قالوا في واحد طلع في الكريم يتبه هنا قالوا بعالج بيتش تمشي يدوك مسمار في قراءة يتشوق بين مسمار يقول لك بتدعالج في ناس عندهم يرغان وفي ناس عندهم عندهم سكر وفي ناس واحد تاني طلع في رشاد طفل صغير قالوا بعالج بيتجرسين والسكر اللعمة شار المكسر فاتوا وعقائد خربانة والناس يمشوا ليه ستات الودع عليك الله شوف لي ما سمحت الغنية البتلقاء في البص قدر ما نركب لينا بس نلقى الغنية شغالة واحد اسمه البعية وتقول رابط ليه آيات جديدة ينقذ النهار والليل ستة الودع أرمي الودع ليك أشكشي شوفيه ليك أم فيه وشي ما تختشي والرسول عليه الصلاة والسلام قال من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد يعني يا صدق كلام الرسول يا إما صدق ستة الودع أي زول مؤمن بصدق كلام الرسول ربنا قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى والنبي عليه الصلاة والسلام قال من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء لا تقبل له صلاة أربعين يوما شغل دي ما خطيرة أربعين يوما عندك صلاة ولو صدقته قال فقد كفر بما أنزل على محمد الفكيدة ياته الفكيدة قاعد له في تبروغة وقاعد هناك مجدوع وعنده بخور شغال وعنده سبحة عشرين متر وخطي له بيجاي الرأس بتاع ورل وخطي له بيجاي جلد بتاع تمساح وبهنا خطي له ما عارف إيه وتاي خاشي البيت بالله كله معلق معلق جلود والرسوين بتاع الحيوانات ده شنو؟ يقول لك ده فاقيب عالج ده دجال يا زول وده مشعوي وده ساحر في الشريعة اسمه ساحر ما بجو زيك تمشي له ولا بجو زيك تصدقه والنبي عليه الصلاة والسلام قال ليس منا من سحر أو سحر له ومن تكهن أو تكوهن له ومن تطير أو تطير له ومن أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد كلام ده واضح إنه يمشي للدجال ويصدقه ده والله يكفر لأنه ربنا قال في الآية 102 من سرطة البقرة واتبعوا ما تثل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بباب لهاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلق الزولة البدعامة البسحر دايما القيامة ما عنده نصيب ما عنده حاجة لأنه وقع في باب من أبواب الكفر بالله تبارك وتعالى والله قال وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر والساحر دا اللي بتمشي له بيقول لك اسمك منوء وهمك اسم منوء دا عرفوا ساحر الساحر اللي بيقول لك جيب لي حيوان بمواصفات معينة يقول لك جيب لي عتوت أسود دا ساحر طوالي اللي بيقول لك جيب لي أثر من المريض جيب لي منه طاقية ولا عمة ولا شعر دا ساحر اللي بيديك بخرات وبيديك حجبات ويديك أشياء يقول لك اتفنى دا الساحر ذاته ولو قال أنا بعالج وأنا صالح لقيت بالمواصفات دي ما تمشي له بورطك وابتقع في باب من أبواب الكفر بالله تبارك وتعالى وهو السحر بالله والسحر وهو كفر بالله عز وجل طيب كثير من الناس استخدموا من أجل الرزق الدجل والشعوذة والنصب والاحتيال وغيرها كثير من الناس والله السوق دمالان واحد تلقوا ببيع بيع ما لا تملك واحدين ببيع العين واحدين المهم أنواع كثيرة وفي ناس فتحوا مغالق ما في مشكلة ما في شكال وفي ناس فتحوا صيدليات دي كل أبواب من أبواب الرزق والرزق عند الله ما عنزول عشان ما تتخدع الرزق فوق ربنا قال وفي السماء رزقكم وما توعدون لكن ربنا قال لك اتوكل عليه وعمل الأسباب الله بيرزقك النبي عليه الصلاة والسلام قال لو أنكم توكلون على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدوا خماسا وتروحوا بطانا ربنا قال في سورة الملك هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور رزق عند الله فوق ما عنزول تتخي الله الله يبرزقك لكن الدجل والشعودة ما بتجيب رزق والشرك ما بجيب رزق عشان كده يا ناس الناس الدائرة الرزق عليها تتخي الله وأعظم التقوى التوحيد تخلي عقيدتك في الله تقلع أي مخلوق من قلبك عندك عقيدة في شيخ عندك عقيدة في دجال عندك عقيدة في قبة عندك عقيدة في ميت عندك عقيدة في صالح دي والله ما بتنجيك يوم القيامة العقيدة في الله الحلف بالله التوكل على الله النذر لله الرجاء لله الدعاء لله الاستغاثة لله الاستعانة بالله الركوع والسجود لله لا ترك عليك لصالح لا ترك عليك لفكي لا ترك عليك لي دجال ولا مشعوذ ولا نصاب ولا محتال أركع لي الله ربنا قال حافظوا على ربنا قال وأقيموا الصلاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين والنبي عليه الصلاة والسلام نهانا إنه نسجد لي غير الله قبل أربع سنة خشية السوق الشعبي السوق الشعبي تعرفوا في جماعة عندهم هناك طريقة معروفة عندهم دراويش ألمان تعرف دراويش خواجات بيجوا من هناك بأرضية ودرويشات ألمانيات بيجوا نفاكات شعارين ولابسات نسكم وبيجوا قالوا داريني اذكروا الله وفتمتهم حمتنا النوم وفتم شط حمتنا النطا والجماعة يرقصوا يا ناس أنتوا بتلعبوا على منهم ده ما ذكر ده ما ذكر ده لعب خشيانا جوا هناك عندهم طاقية برتغالية زي نص القرع المهم خشيانا جوا لقينا الناس بيصلوا للقبر والله يبيس جدوا جوا القبر والزولة الخشة كده ما بيدي القبر ظهره ترجع ولا لحد ما تطلع بره عقائط خربانة في البلد قباب السودان فيه أكثر من ستة ألف قبة أكثر من ستة ألف قبة تعبد من دون الله يا ناس القبة تكلفتها كم؟ أقل قبة افتتاح 2019 أنا كنت حاضر في الهلالية قبة موذل 2019 تكلفة مكلفة كم؟ أضرب القبة في مليار واحد السيخ بيكم؟ الأسمنتي بيكم؟ الطوب بيكم؟ النقاش بيكم؟ البيض جوه بره الموسكو بتاع التابوت اللمبات الجمرة الخبيثة وفيه كمان قبور فيها مكيفات عديد الميت عمل بها شنو؟ شوف الميت دا لو أعماله كعبة لو ركبت لي ستمية فريون ستمية فريون ما بحلو لو أعماله طيبة وأعماله صالحة لو دفنتوا في قبوة فرم ما بتأثر بي حاجة لكن دي في البلد دي عزابة قاعدين ما لاقي لي بياتي يجارسكم فيه والميت بانين فيه قبة اثنين طابك قبة اثنين طابك أمشي هناك اللي زيرقاب أمشي بأيناكم مرحي أمشي اللي بيض الزريبة أمشي بيغادم شيركم بان أمشي غير غير قباب مشيدة لمحاربة المولى عز وجل أنت قال القباب دي بعملوا فيه شنو القباب دي بعملوا فيه شنو بيتبرقوا فيها ويبركوا لأصحابه وينادوا أصحابه ويسجدوا لأصحابه ويبكوا لأصحابه ويستغيثوا بأصحابه ويذبحوا لأصحابه ويتضيع ال teachers ناس ما عارفين اللي يعبدوا بالحق الله تبارك وتعالى ولا الشيخ ربنا قال ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير ربنا قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناءا وأنزل من السماء ماءا فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا ما تجعل لي الله دار تخاف خاف من الله براه دار تتوكل اتوكل لي الله براه دار تسجد أسجد لي الله براه ربنا قال ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه شنو تعبدون ربنا قال قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون أما خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماءا فأنبتنا به حدائق ذات باجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أم من جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسية وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله قليلا ما تذكر بل أكثرهم لا يعلمون أم من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون ألبي جيب دعوة المضطر من الله تبارك وتعالى ما في مخلوق بيسمعك لو ناديته لو قلت يا الفلعيلفون ألا أسرع من التلفون تكون أشرقت بها الله والفلعيلفون ما بيسمعك ولا شغال بك ربنا قال ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين ربنا قال إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئكم مثل الخبير لكذا دائما التركيز في العقيدة والناس تخلي عقيدة فيها الله عشان الله ينزل لنا البركات من السموة إلى الأرض الله قال كذا يا ناس ربنا قال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا آمنوا يعني وحدوا واتقوا النتيجة شنوه لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا الله قال نادوني نادوا غيره ما سمعت قبل لي فوق قصيد الغوم الجماعة لا يمضيب تلغام في الموالد والموالد من الأمور المحدثة يازول اختلاط بين الرجال والنساء ودلاليك داقة وكشاكيش ونسوان متبرجات ومدائح شركية قل لك قبل لي فوق انت كان قبلت لي فوق ورفعت يدك لي فوق نادي رب الأرض والسماوات ما تنادي غيره لكن ديال عند ديال قبل لي فوق ناديها للزوق قبل تحت نادي بمسك قبل صعيد نادي عوض الجيد قبل شمال نادي بشمال قبل قدام نادي الهمان بالفوق قوام قبل وراء نادي بشرع وين رب بشرع الخلق بشرع وكتلوا ديال أموات والله حي ديال ضعفة والله قوي ديال فقرة والله غني زول يمسك له في ميت وخلي الحي ربنا قال وتوكل على الحي الذي لا يموت شان كده شوف باختصار التوحيدة لو ما علمك الرجالة والله ما في فايدة توحيدة بخليك الراجل ما بتنادي إلا الله ما بتحلف إلا بها الله ما بتتوكل إلا عليها الله ما بتستغيث إلا بها الله ما بتطبح إلا لها الله ما بترجو إلا الله لأنه عارف أي حاجة عند الله لأنه ربنا قال في صورة الحجر قلت صورة الحجر ولا ماسك في القصائد الليل الناس خلوا القرآن ساقيت الليل عمالك والسادة الخدم جلالك خدمه كناس الجيل وأبو العباس المرسي جيت زور جبله مالي قد قبله كباش القيد في شبله الكبير زوقه دردقوا زقلوا دردقوا نبلوا بالعجب أكلوا ده شنو ده يا ناس ده ما دي حتقاي شنو والله يد ولا مدحة تانية نركب فوق بوكسي جديد ولم هل هل يعني موذل الفين واسا قد يرلساتكو في الرملة ما بتوحل موزون مجهز وملمي شركة الشل سواق بديع في اللفة يتمخل يعني معلم قال وله مساعد خابر سلوكو شغل الربط والحل قال يتشحين مكانتو في الحال يستعجل قاله ده الرسول ده ما الرسول ده مدير شركة دار للسيارات ولا قال والله مدايح أنا مستغرب أنا بحفظها ومستغرب فيها قال هبك اللبكا دكا في ذكيك طلقا أربا شكر دفع الله بعدل الكيك نشلوا الإبريك في مكان مكان عندو الأنؤن بتفاهم حاجة؟ أنا غايته ما فاهم والسرتاي حرتاي لاه الفجل لاه البنبي يارب يكون جزر قال دخل باللام فتح بالكي جاب الحنسي تحت البنبي عاشوا البدر الماهم جاي لم لم دق دق شنو كب كب أبيض لبني دي مدايح الغوم الشغال الآن في الموالد ما عنده أي علاقة بالنبي عليه الصلاة والسلام مدايح كل خرافات ومدايح كل فيها كلام ما مفهوم تقول مؤلف وبليس فإن تخليك حريص أسمع القرآن أسمع السنة ما تسمع لك أغاني ولا تسمع لك مدايح شركية أسمع القرآن ربنا قال عن القرآن إن هذا القرآن يهدي للتي هي شنو أقوى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتابة ولم يجعل له شنو عوجا قيما ربنا قال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر أقرأ القرآن واحد تلقاه خاتله سماعات وتلقاه شغال يقول دمنه يقول لك دا الحوت يا زوال الحوت يبلعك الحوت بتع شنو أقول لك دا والله الفناني المفضل وكم ما سمعت له غنيتين قبل ما نوم ما بتكيف يوم القيامة بتبرى منك الوحوت دا شايفوا والله يجد وإنت بتحول له في سيئات وإنت زاتك بيكتبوا لك سيئات غنى محرم يا ناس وغيره في غنى فيه شيرك زاته في غنى فيه شيرك ما سمعت الفنانة بايرة ومشركة وكله عليها قالت يا بشرة إن شاء الله راج المرح دي بايرة ومشركة واحد تاني بيقول يا ما بحبك وبعبد حبك شيرك بالله تبارك وتعالى واحد تاني بيقول وحيات الشامل في خديك شيرك بالله تبارك وتعالى واحد تاني فنان برضو بيقول عبدت القبر يا سلمة لأن القبر ضماكي عبدت الزهر يا سلمة لأن الزهر حياكي عبدت الله عبدت الله في سري لأن الله سواكي قال القبر بعبدوا علىني والله بعبدوا في السر قال لأن القبر ضم سلمة والله يعبدوا في سير لانه هو الخلق سلمة شوف جنس العقاعد دي يقول لك دارين البنزين بقى رخيص ودارين الدولار يريك دولار ده ما بريك إلا الناس يريدوا عليها الله والله بلد دي يا ناس برا دولار برا بتاع الله قبل ما يخلق الدولار ده ارزاق الناس يقارنه ماشية كيف لكن الناس يبتعدوا عن الدين المعاصي شغالة الشرك شغال البدع شغالة الاختلاط شغال الزنا الخمور الكذب الغيبة قيالوا قيالوا كله شغال أمورنا كيف تمشي لك الدام ما تمشي إلا نرجع للدين ربنا قال في القرآن هم القرآن بيصدقوا إلا هم تصدقوا ربنا قال في القرآن وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت شنو أيديكم ويعفوا عن كثير ربنا قال ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم شنو يرجعون فعشان كده وصيتنا للناس جميعا إنه تخلي عقيدتك في الله تمام وأبعد من الشرك الشرك تنادي غير الله الشرك تعبد غير الله الشرك تعلق حجاب تعرف الحجاب؟ الحجاب والحراسة والكمون وفاحد بتاع المونيوم تلقاه والواحد خاتيونا فيه رقبته ولا ودعا يا زودة الشرك طلعوا في الهلالية هناك قبل ستة شهور ولا سنة واحد بيجيب لنا اللبن بيبيع اللبن قبل ما يكب برطه كده أنا عينتا اللي جلبت تلقيته معلق له حجاب بتاع المونيوم ده قلت له تعال قبل ما تكب اللبن ده شنو ده قال لي ده حجاب اشتريته من وين؟ قال لي من تنبول بيكم؟ بيخمسين جنيه بيخمسين؟ قلت لك هذا يجيبه نفتحه لك إذا فيه قرآن أنا تاني برجعه لك وإذا ما فيه قرآن إنتا بعدت شي شيلتك فتحنا والذي رفع السماء لقينا فيه بعرب تعط غنماية والذي رفع السماء والله الذي لا إلى غيره حجاب فيه بعرب بيخمسين جنيه أسه فيه بعرب يشترى بيخمسين لكن لما تكون عقيدتك خربانة وتكون عقيدتك في غير الله بتشتري البعرب بيخمسين و بيخمسمية زعته والله يجد ناس يمشوا للفكية يقول له الفكي يجيب يقول له خد بياضي اثنين مليون يمشي يخدتها لاثنين مليون يمشي ويجي تاني الفكي يقول له أسمع الجماعة قالوا داريني تاني اثنين مليون تاني يجيب اثنين مليون قبل بدرة في الجريدة جايبين واحد دجال استولى على مليار ومتين من مرى في الخرطوم دجال وما من البلدي كمان من أسجنبي نحن كمان والسودانين الله يحل لنا منهم كمان جابت لي أجانب أجانب من برا دجال أجنبي جاء في البلدي وشغال والناس بيصطي يا ناس ماي زول قال أنا بعالج دا بعالج وما قال يا زول أنا صالح دا صالح وما في صالح بيقول أنا صالح أي زول قال أنا صالح دا عرفه زول مجرم ومحتال وإي ذال بيقول لك أنا بعالج بالقرآن دار عارف زول محتال دار ياكل قروشك وربنا قال إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله فخلي عقيدتك نجيضة خلي عقيدتك نجيضة فيها الله لأنه لو مت وعندك شرك الجنة عليك حرام ربنا قال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار ربنا قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ربنا قال ومن يشرك بالله فكأن ما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق فخلي عقيدتك سليمة ما تعلق حجاب ما تعلق ورقة أمشي البيت هناك الولد المعلق اللي هو حراسة أقطع لأنه الله حفظه تسعة شهور وعشر يوم ما كان في حراسة ولا كمون ولا حجاب ولا فقي تسأل الزوال ذاته المعلق الحجاب ده يا أخونا الحجاب المعلق وفي ولده شنو يقول لك والله من العين هو ولدك ده أسه بالدعين أسه ولد الخوائد ده ما يشايفهم يجيبوا لك في علبة نيدو ويا زوج شعر وسمح ونظيف وظريف ولا معلق له حجاب ولا كمون ونحن ولدنا يا كافي البلاء الله يحل لك ساي مخطسايله ودموعه جاريه والقضى ما لعيونه يقول لك بالدعين يا ناس الله حفظه تسعة شهور وعشر يوم الله حفظه الهوى شغال يخش واللكل شغال يخش والشراب يخش لا في شباك ولا في طاقة ولا في مكيف ولا قال رسل لكم بالوصاب قال لكم أنا مسخن شغل المكيف ده كل ما فيه الله حفظه أول ما طلعه برة يقول لك لا الولد دايب كما علقنا له ورقة وحراسة بيسحروا يا ناس هوي الله حفظه جوه في المحل الضيق داك بعد طلع فيه لا يزعى ده ما يحفظه ربنا قال إن كل نفسي لما عليها شنو حافظ ربنا قال فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين ربنا قال عن السماوات والأراضين ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم قال بيحفظك الله بس تتوقل علي الله وحصن أولادك وحصن نفسك أقرأ أذكار الصباح أذكار المساء وأقرأ أذكار النوم ونوم على طهار الله بيحفظك لكن ما في حجاب بيحفظه ما شافوا الجماعة جوخة شينهم درمان قبل كم فترة الجماعة الجوخة شينهم درمان بيحجبات أماته ليه ما أغند عنهم شي لأن ربنا قال وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو ويردك بخير فلا رد لفضله أخيرا نشكر الإخوة حاتم ومحمد سليمان على هذه الكلمة ويتحت هذه الفرصة فنسأل الله عز وجل أن يبارك للجميع وأن يبارك لأصحاب هذا المطعم لأنهم ابتدوا هذا الافتتاح بهذه الكلمة في التوحيد فنسأل الله عز وجل أن يبارك لهم وأن يبارك عليهم وأن يبارك لنا ولكم وأن يزل علينا وعليكم الخير والرزق صبا صبا ولا يجعل عيشنا كدا كدا كما نسأل سبحانه وتعالى أن يجنبنا مضلات الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على النبي الأكرم نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم جزاكم الله خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته